موسيقى مساء الخير ارتفعت الصلوات السياسية في بكركي علنية رفض السلة وبصدف منظمة التقى التيار والقوات تحت سقف الصرح وقالا كلاما واحدا وان فتح الوزير جبران بسيل نافذة على التلاقي مع رئيس المجلس عبر اعلانه ان اي مرشح للرئاسة وجب عليه الحديث الى الافريقاء كافة لمعرفة مطالبهم لكن من دون قيد او شرط جعجع الذي تحدث باللون الارجواني اكد ان عون لم يفاوض على سلة ولن يفاوض على سلة وتوقف رئيس القوات عند حلف امل حزب الله وكأن الشباب قد ترفعوا اليوم على الجنرال عون وهو حليفهم منذ احد عشر عاما وتلك دائرة استفهام كبيرة تضع حزب الله تحديدا امام حتمية الجواب والدور الذي يمكن ان يؤديه مع حليفه امل وعدم الانتظار الى جلسة اخر الشهر فالحزب بلسان جعجع واخرين هو المعطل اليوم وقد نقل زعيم المستقبل سعد الحريري شكوى التعطيل الى موسكو متظلما لدى وزير الخارجية روسية سيرجي لافروف زيارة الحريري للعاصمة الروسية ستعقبها جولات اخرى تشمل تركيا فيما علمت الجديد ان الرياض كانت قد استدعت الحريري قبل ايام واطلعت منه على نتائج مساعيه الرئاسية ومن السعودية انطلق الحريري الى روسيا ويؤشر فتح الابواب السعودية امام الحريري الى تفعيل الحركة في الايام المقبلة التي ستضع حزب الله في مأزق سياسي ما لم يفرض نفوذه على الحليف وللمرة الاولى ستؤيد القوى السياسية تدخل حزب الله في عين التيني وتقريب المسافات بين حليفيه بر وعون بالسلاح السياسي الفعال الذي يمتلكه والعابر الى عين التيني والرابي قبل اخر الشهر يفكر الحزب في خميس مجلس الوزراء بعد دعوة الرئيس تمام سلام الى جلسة تعقد بجدول اعمال سابق ولم يقرر الحزب ولا التيار او المردة المشاركة من عدمها بعد فيما الغت تكتل اجتماعه الاسبوعي واستعاد عنه بطلة تليفزيونية للعماد عون هذا المساء واذا كان لبنان اسيرة سلة فان الحرب السياسية الباردة بين روسيا وامريكا اسيرة سلال من التصريحات المتناقضة التي توهمك ان القطبين العالميين على ابواب الانهيار وبمراقبة دقيقة لسيل المواقف الامريكية الروسية يكتشف الرأي العام ان واشنطن وموسكو متفقتان على الحل ضمن متعاركتان في العلن ولما بلغ الخلاف اتفاقيات التعاون النووي بين البلدين اعلنت خارجية امريكا اننا مستعدون لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا اذا التزمت روسيا به وهذا التصريح الاخير سبقته مواقف تنتصف القرار تهدد لكن تشترط تلوح من دون ان تنفذ في اكبر خلاف مصطنع متفق عليه بين الطرفين اشتركوا في القناة